الفهم بتاع الهيومن فيزيكال كيبابيليتيز والليميتيشن بيبقى مهم جدا لديزاين الفيكتيف ميديكال ديفايسيز الحقيقة لو احنا عندنا خدنا الكلام ده في الاعتبار وعملنا بروبرل ديزاين ميديكال ديفايسيز ده بيساعد كتير نحنا نقالل الأررز نقالل الانجري ريسك نزود البردكتيفيتي بتاع الجهاز ونمبروز اليوزر ساتسفاكشن اليوزر يبقى مبسوط وقاعد على الجهاز ده ومستريحه ويشتغل عليه في حاجتين بيساعدون عشان نعمل الكلام ده حاجة بنسميها الانثروبومتري وده الساينسي بميجرين وكوانتفاين فيرياس فيزيكال ثريت يعني يقول لنا الياساب بتاع البنياءدمين اللي في العالم عاملين ازاي دستريبيشن بتاعه عامل ازاي بالزبط الدستريبيشن بتاع الويت بتاع البنياءدمين عامل ازاي البروبورشن بتاع الاجزاء المختلفة من الجسم البعضية عامل ازاي الرينجز او موبيلتي بتاع الديفرينت جوينتس مثلا عامل ازاي السترانث بتاع البنياءدم المتوقع يبقى عامل ازاي حاجات دي كلها الحقيقة مهمة جدا ومش مهمة بس الاجهزاء الطبية الحقيقة مهمة لكل الحاجات اللي بنتعامل فيها مع بنياءدمين يعني اي جهاز بيبقى فيه بنياءدم بيشتغل عليه وطبعا لازم يبقى الانترفيس بينه وبين البنياءدم ده دي بقى معمول بطريقة تاخد في اعتبارها للحاجات دي عشان تبقى معمولها بطريقة سليمة البيوميكانيكس وهي الحاجات التانية دي بنستعمل فيها طبعا زي ما شوفنا قبل كده في الفيزيكس بنستعمل فيها اللوز الفيزيكس وبعض الانجينيرين برينسبلز عشان نقدر نموضل ونستاديل فيرئيس بادي سيجمنتز ويعني في اسنانهم هما بيتحركوا واسنانهم هما سابتين وفي عليهم انترنال او اكسترنال فورسز طبعا دي بتساعدنا برضو علشان نفهم الميكانيكس بتاعت الحركة بتاعت البنياءدمين ونقدر احنا نتخيل ازا كان في بعض الحاجات هتكرييت استرس اكتر من حاجات تانية بحيث ناخدها في اعتبارنا برضو احنا بنصمم الجهاز بحيث الجهاز ده يبقى ergonomically مضبوط يعني يبقى بالنسبة لليوزر اللي بيشتغل عليه بقى مستراح هو بيشتغل عليه طبعا ودي كلمة مهمة قوي ودي كلمة مهمة قوي most of the individuals for whom they are intended يعني انا دلوقتي بعمل جهاز يعني معظم الناس اللي هتوعد عليها تبقى قعدة مسترياحة مقدرش انا خليها لكل الناس للاسف لان طبعا فيه رينجز لبعض الحاجات بتبقى وسع قوي زيادة وطبعا دي ما هشوف بعد شوية ده ممكن يكلفني فلوس اكتر بكتير قوي من اللي انا قدر اعملها وفي نفس الوقت يعني ما بيبقاش فيه نسبة يعني تحسين كتير بالنسبة للناس اللي في الاكستريم يعني في الـ population دي فعمتا نحنا لما بنعمل كده بنحسن safety ونحسن الـ property use بحسن ما بقاش فيه use error كتير بس ما قدرش نجارانتي زي ما كنت بقول نحنا نعمل fitting to all users فيه شوية general considerations زي ما اخدهم في اعتبارنا انا اول حاجة الموست انتروبوماتري وبيوميكانيكال information available today is not specific to health care professionals or patients يعني احنا باسيكلي بنستعمل جداول وبنستعمل قواعد بيانات فيها معلومات عن sizes بتاعت البني ادميين مثلا بس دي ما كانتش اصلا انتند انها تبقى عشان medical devices مش معمولة عشان نتكلم على الـ population بتاع health care professionals مثلا or population of patients مثلا بالمرض الفلاني ما هيش كده بس اكشولي احنا ممكن نعتبرها just as useful for medical device designers زي ما يعني بنستعملها من designers تانيين من كل التخطوصات المختلفة التانية يعني انا بالنسبة لي لو كنت عايز اعرف مثلا حجم الايد عامل ازاي عشان ديزاين يعني حاجة الدكتور يمسكها في ايده عشان يستعملها يعني اداة جراحة مثلا الاستاتيستيكس او الـ database اللي فيها المعلومات عن حجم الايد عامل ازاي والـ proportions عامل ازاي دي من نسبة لي مفيدة جدا زي ما هي مفيدة لحد بيعمل device مثلا علشان تستعمل مثلا لحد بتاع النجارة مثلا فهي نفس المعلومة ممكن انها تفيدني وتفيد حد تاني النقطة بقى ان احنا لاخد بالنا ان احنا في الـ medical device design لازم نحنا نحن نتكلم يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان احنا دايما بيكون عندنا data على الـ body size distribution of males and females علشان نقدر منها يعني بالـ availability التي بتاعتها نحنا نقدر ناخدها في اعتبارنا في الـ design طبعا فيه في الـ medical domain بعض الحاجات اللي بتبقى unique يعني فيه عندنا unique anthropometric challenges زي مثلا بنتكلم على implanted components لو انا عايز اعمل design لحاجة تبقى implanted جوا الـ patient لو انا عايز اعمل ديزاين الـ pacemaker ده مش الاقي الكلام ده موجود عندي في الـ general databases بتاع الـ anthropometry ده لازم اعمل لها انا دراسة محصوص بقى بالنسبة لي انا عشان اقدر اعمل حاجة زي كده لو انا فرضا عايز اعمل مثلا دراسة علشان اعمل مثلا يعني hearing aids يعني حجم بتاع hearing aids وشكله عامل ازاي وتحط ازاي وحاجاتي كلها المعلومات اللي عندي مثلا على الـ anthropometry بتاع الـ هلاقي ان هي معلومات عامة جدا ما تسمحليش ان انا عامل حاجة زي كده فبعض الحاجات عندنا unique challenges في الـ medical domain او medical device domain بحيث ان احنا لازم نضطر ان احنا نعمل دراسات خاصة بنا احنا عشان نقدر نطلع الـ data base اللي احنا نقدر نعتمد عليها في الـ design الحقيقة في بعض الحالات anthropometric information في public domain ما بتبقاش detailed enough to be of value زي ما كنت بتكلم من شوية دي الحقيقة بتبقى بعض الاحيان بيبقى في بعض الناس عندهم المعلومات دي بس proprietary proprietary معناها ان هي خاصة بشركة معينة ما بتعملش sharing ليها مع حد تاني الناس اللي هما بيشتغلوا مثلا في الـ airpods مثلا اللي هي بتتحطي في الودن مثلا اللي هي بتاعت سماعات الصغيرة بتحطي في الودن دي هما عاملين دراسات بتاعتهم وعندهم بعض الحاجات هما بيعتمدوا عليها في الـ design بتاعهم بس اكشوا هي دي مش shared معانا فلما ديجي نعمل مثلا hearing aid ما عندناش المعلومات دي عشان نقدر نستعملها في الـ hearing aid design فبعض الحاجات زي ما كنت بقول محتاجين ان احنا نعمل بعض الـ anthropometric studies بتاعتنا احنا عشان نطلع فيها المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان medical device design بتاعنا لما ديجي نفكر بقى في الـ anthropometric information دي في الـ design عمتا بنفضل دايما ان احنا في الـ anthropometric design نحنا ناخد as wide range of human physical dimensions as possible عمتا بنضطر ان احنا ناخد او بنحاول ان احنا ناخد على الاقل من 5th percentile لغاية 95th percentile بتاع الميلز والفيميلز فطبعا لو احنا بنكلم على هي range بتاعها من فين لفين طبعا حارفين الفيميلز بيبقوا اصغر شوية يعني في sizes فمعنا كده من 5th percentile female إلى 95th percentile male ده بيغطي الـ range اللي هو من 5th بتاع الميلز والفيميلز الاثنين فده طبعا ممكن هو يدمننا على الاقل 90% من الـ population بيبقى الديزاين بتاعنا ده يبقى يقدر عمله اكموديشن وعمتا احنا لازم نعمل اكموديشن في الحالات اللي هي اتكلم عليها دلوقتي الحال الاولانية لو احنا الـ device بتاعتنا بتـ involve critical functions critical functions يعني في حاجات ممكن تبقى فيها life support او حاجات ممكن نقول عليها ان هي يعني مثلا ما ادرش ان انا يعني عندي مثلا patient وما ينفعش ان احنا عمله لان دي ممكن يبقى فيها مثلا تأخير مثلا للعلاج بتاعه وده ممكن يبقى فيه خطر ففي بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها خطورة لو الحاجة لو جهاز بتاعي دوت ما ادرش ان هو بتاع الـ patient يبقى لازم اخلي larger population في الـ design من الاصل موجودة يعني وعداتها ممكن اخدها مثلا من من الـ first percentile لغاية 99th percentile يعني من 1% 29% بحيث ان انا ابقى مقلل خالص نسبة نسبة العدد العينين اللي ممكن نتعرض لهم وما يبقاش الجهاز بتاعي ده مناسب بالنسبة له الحاجة التانية لازم نـ accommodate larger percentage لو في اي safety issues associated with not accommodating extremes يعني لو في عندنا في مشكلة يعني ممكن مثلا الجهاز لو استعملنا ما هواش يعني accommodating patient بتاعي ممكن يبقى فيه safety issue يعني يبقى فيه حاجة يبقى فيه خطورة على العيان يبقى لازم برضو اخد له في الـ design بتاعي اخد له larger percentage من الـ population عشان ايه ابقى making sure ما يبقاش فيه اي safety issues involved بتكلم برضو على لو احنا عندنا user population has large physical diversity لو انا بتكلم من انا مثلا جبت الـ population بتاعتي دي الحقيقة جبت يعني distribution بتاعها لقيت ان هنا لا ده فيه ناس يعني عندهم حجمهم كبير اوي وناس حجمهم صغير اوي في نفس المكان فمعنى كده ان انا كده عندي مشكلة ان انا بقى عندي جزء كبير من الناس اللي موجودة اكتر شوية من الحاجة اللي موجودة في الـ table زي الى normal اوكي بقى عندي عدد اكبر في الـ population بتاعتي اكتر من الـ normal او الحاجات اللي موجودة في الـ data base فمعنى كده ان النسبة بتاعت الناس اللي مش هيحصلهم اكتر من النسبة لنا متوقعها من الـ data base اللي انا بنيت عليها الـ design وفي نفس الوقت لو انا الـ device usability والـ functionality is not compromised يعني لو انا ما عنديش مشكلة ان انا اكبر الـ large percentage يعني بدلا ما اخلي مثلا الـ size بتاعي يأكوموديت من 5th إلى 95th لو انا اكبرتها من 1st إلى 99 وما عمليش اي مشكلة في الـ usability والـ functionality يبقى ده حاجة كويسة جدا ولازم نعمل كده لازم نخلي الـ cost برضو is not excessive يعني لو فرضا مثلا انا هزود ثمن الجهاز مثلا الجهاز مثلا هيدي ثمن واحد في المية مثلا لو انا زودت الـ population اللي بيعمل لها accommodation ده ما اعتبرش excessive ده يعتبر اوكي فمعنى كده ان انا لو كان عندي الـ cost بتاع ان انا اخلي الجهاز بتاعي accommodate larger population ما هوش كبير يبقى لازم اعمل كده برضو طيب الحاجات اللي available اللي انا بستعملها علشان اخب منها الـ data عن الـ sizes وعن الـ weights وعن الـ distribution بتاع الـ physical traits بتاع الـ humans الحقيقة كلها معظمها الحقيقة جاية من الـ military population يعني كلها جاية من الجيش وغالبا كان الجيش الامريكي اللي هو علاقة كبيرة بيها الحقيقة لانهم مثلا كانوا بيعملوا تصميمات مثلا لبعض الحاجات العلاقة بحجم البني ادم يعني مثلا انا باعمل كرسي بتاع تياره او باعمل مثلا غواصة حاجات اللي كلها معتمدة على sizes بتاع الـ humans وطبعا بتبقى critical قوي ما ادرش ان انا كبارها قوي او خليها كبيرة زيادة لان انا عايز اخليها تبقى as tight as possible ومش عايز ان انا يبقى في عندي حاجة احطها تبقى بس كده مجرد ان هي عشان تاكموديت جزء من الـ population ما اناش عارف عصلا اذا كان موجود ولا لا فكان فيه شوية studies اتعملت وكان فيه اياسات اتعملت للـ military personnel والحقيقة يعني غالبا تستعمل في كل الحاجات تقريبا دلوقتي المهمة بقى احنا لازم ناخد في اعتبارنا ان الـ military data can be considered if it can be assumed that the dimensions of interest are not different for military and civilian population يعني لو احنا اعتبرنا ان الاشخاص اللي في الجيش والاشخاص اللي هم العاديين اللي هم في الشارع ما هماش في الجيش يعني يعتبر هما الاتنين مش مختلفين عن بعض دي بخلاص ايبا انا ممكن استعمل military data دي زيها زي اي data تانية والحقيقة في بعض the reports the report by Cromer في 97 reported that with proper caution and insight we can use military anthropometric data to approximate size data for the general population dimensions of the head, hand and foot are virtually the same in the military and civilian population يعني حاجات دي اساسا في بعض الحاجات يعني هو رأى انه هو او هو شاف في التصادي بتاعته دي او اثبت انه هو فعلا ما فيش فرق بين الاتنين على الالف بعض الحاجات هما الاتنين زي بعض بالظبط طبعا احنا بنتكلم على population بتاعت الميليتري غالبا بيبقى فيه طبعا اختبارات للناس قبل ما بتخش طبعا لازم ناخد في اعتبارنا ان الناس اللي موجودة في الميليتري مفروض ان هما يبقوا فت اكتر من الايه او نسبة الناس اللي فت فيهم بمعنى اصح هتبقى اكتر شوية من الميليتري فنتكلم في بعض الحاجات زي strength مثلا او زي مثلا بعض الحاجات اللي لها علاقة بالموشن مثلا او كده ممكن نلاقي ان في بعض الحاجات فيها اختلافات بين ال two population فلازم ناخد في اعتبارنا ان احنا برضو نفكر كويس اوي احنا بناخد انهي anthropometric parameters ونشوف اذا كان دي فعلا ممكن انها تكون فيها فرق ولا ما فيهاش فرق بين الميليتري والسيفيليان او زي هنا بناخده طبعا يستحسن اوي ان احنا لو في عندنا database specific to the population of users of the medical device of interest يعني لو كان فيه حاجة اسمها كده اصلا لو كان فيه عندنا حاجة كده لو انا عندي حاجة بالشكل او عندي اتابيز مخصوصا مثلا اشان المستخدمين مثلا بتوقع against ultrasound مثلا يبقى حاجة جميلة جدا ان احنا نستعملها في التصميم against ultrasound بس الحقيقة لازم ان احنا نعترف ان احنا دايما بنحتاج حاجات ما هيش موجودة يعني we need even more specific anthropometric data from measurements in specialized populations احنا ما توقعش مثلا احنا نلاقي في الميليتري ال population لازم احنا نعمل بقى يما نعتمد علي اياسات الناس عملتها يعني فيه بعض ال groups عملتها research groups او احنا نضطر نعمل احنا بقى بعض الاختبارات او بعض الاياسات لنفسينا عشان لو احنا عايزين نعمل تصميم لحاجة بتاعة pediatric population او بتاعة children دي الحقيقة امثلة لبعض الاياسات اللي احنا ممكن نلاقيها في tables او في data bases زي اللي احنا كنا نتكلم عليها الاياسات دي بزات جاية من ناسا طبعا زي ما بكنا بنتكلم احنا بنتكلم على ناسا لو هي بتصميم مثلا مكوك مثلا مكوك الفضاء لو كانت الحتة اللي بيقعد فيها الرواد الفضاء لازم تبقى عارفة على ال size بتاعتهم عاملة ازاي الاماكن اللي بيخرجوا منها ويطلعوا منها لازم تبقى fitting لل population بتاعة الناس المتوقع ان هما يبقوا رواد فضاء فبنكلم علي يعني هو هنا جايب مثلا dimensions بتاعت 40 year old American male 40 year old Japanese female واخد ان دي ده ده ال upper يعني upper limit وده ال lower limit اوكي فبنتكلم علي هنا جايب لي 5th percentile 50th percentile 95th percentile normal distribution لا ان المين هو ال medium فبسيكلي بنلاقي ان احنا ممكن يبقى عندنا شوية اياسات كده تدينا range of values اللي احنا بنتكلم عليها بالنسبة لايه بالنسبة للهيومان بالنسبة للهيومان بالنسبة للميلز وبنسبة للفيميلز بحيس ان احنا نقدر نعرف الرينج بتاع ايه عموما لو احنا عايزين نتكسترابوليت بقى على كل ال population اللي في العالم يبقى نفس الرينج ده نقدر نستعمل طبعا بيبقى عندنا لكل واحدة من الاياسات المختلفة يعني بتكلم مثلا على كل واحدة من الحاجات اللي هي ضمنشنة مختلفة في جسم الانسان هيبقى لها parameters بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنا ankle height يعني بتكلم مثلا على مثلا الجزء بتاع الكاف height تكلم على ال elbow height تكلم على كل الحاجات كل parameters اللي احنا نقدر نشوفها في البناء قدمين في الحاجات مثلا في الهند مثلا ال size بتاع الاصابق كل الحاجات دي كلها نقدر ناخدها من database دي كلها موجودة ونقدر نحصل عليها لانها publicly available برضو ممكن احنا نبص على حاجات زي كده نلاقي برضو ال hand مثلا hand geometry وال food geometry برضو نفس الكلام ممكن نلاقي عليهم برضو database كبيرة الحقيقة توصف لنا كل واحدة من ال parameters اللي احنا موجودين عندنا دول كل الحاجات المترقمة دي ممكن احنا نحصل على ال parameters باعتها ك 5th percentile وك 50th percentile و95th percentile وبرضو بالنسبة الاطفال عندنا برضو database موجودة دلوقتي حاليا دي معمولة بقى مش موجودة في الميليتري معمولة في حاجات تانية برضو يعني عندنا برضو parameters كفاية ان احنا نقدر نعرف برضو الاطفال في يعني كل واحد فيهم برضو ال expected dimensions في عاملة ازاي ل different age ده average population مثلا في السن سنة سنتين وهكذا طبعا لما احنا بنفكر في حاجات زي كده احنا عن مثلا لما بحد بيجي يشيري مثلا لبس بطاع اطفال بنلاقي انه مكتوب عليه مثلا سنة طب سنة دي مقاس كام بيبقى طبعا جاية الحاجات دي من data basis زي كده زي ما بقول لكم ان الحاجات دي كلها بتستعمل مش بس عشان medical devices بتستعمل في كل الاندوسترز عموما زي مثلا الملابس زي مثلا لما واحد يصمم كورسي بتاع عربية لما واحد مثلا يصمم عجلة كورسي بتاع عجلة لما حد بيصمم مثلا مكتب ال height بتاع مكتب حاجات دي كلها الحقيقة بتصمم بناءا على dimensions اللي جاية في data basis اللي بالشكل ده برضو من الحاجات اللي بتبقى موجودة عندنا نقدر نحن نحصل عليها كبيانات الحاجات الليها علاقة مثلا ب flexibility و mobility يعني هم نتكلم مثلا على البني ادم ده يقدر يحرك الجوين بتاعته دي angle at a ويقدر ان هو يعني limit بتاعها كام وبرضو من نسبة مثلا لو انا مثلا البني ادم ده مثلا نايم بالشكل ده كده يقدر يحرك إليم range at a برضو كangle و يعني نوصل لغاية فين نفس الكلام كل الحركات المختلفة بتاعت كل الجوينز ممكن احنا برضو نحاول نجيب لها او بنلاقي لها فعلا actual tables تقول لنا range بتاعها عامل ازاي بكلم مثلا عن range of motion لو انا مثلا عندي مسلا employee قاعد كده على مكتب عايزين نعرف range of motion بتاع الهانزي عامل ازاي في vertical dimension في horizontal dimension لان انا لو بعمل workstation مثلا انا هميني ان اليد بتاعت ال employee او ال operator ده يقدر وهو قاعد يعمل كل الحاجات المفروضة يعملها ما يضطرش نوع يقوم من مكانه عشان يضغط على الزرار في الجهاز اللي هو بيشتعل عليه فده بتبقى مهمة جدا من الاسبالي عشان لو بعمل مثلا انترفيس اصاد ال user دوت ابعارف range of view يعني reach بتاع الشخص دوت علشان اقدر اعمله كل الانترفيس بتاعه within reach بتاع ايه بتاع الشخص دوت بكلمة حاجات برضو لها علاقة بال functional work يعني بيبقى دايما عندي في المكان اللي قدامي ده area كده بقول ان هي functional area يعني بيشتغل فيها او انا مستريح ما بعملش extension ما بطلش ان انا امد ايه بايد كده عشان اجيب حاجة معينة فبحاول دايما ان انا اخلي area دي هي area اللي فيها معظم ال control المهمة اللي انا بحتاج اعملها طول الوقت الحاجات اللي انا مش بحتاج اعملها كتير ممكن اخليها بعيد شوية بس برضو still in reach ال visual work لو انا مثلا عندي ال employee ده بيشتغل على workstation محتاج يشوف شاشة فلو انا قاعد مثلا بيبقى في dimensions محددة الشاشة دي مفروض تكون موجودة فين والانجل بتاعتها مفروض تكون موجودة ازاي علشان اقدر اشوفها بشكلها بقى مستريح فيه يبقى ideal situation بالنسبهات لو الشخص اللي هو ال user ده واقف يبقى معنى كده برضو لازم احط الشاشة بdimension معين بsize معين او بمسافة معينة من على سطح الارض وفي نفس الوقت يبقى ايه الانجل بتاعت ال display برضو تبقى كام يعني هنا طبعا واضح ان ال angle هنا تبقى vertical بس يعني على الاقل ابقى عارف برضو ان بحق الموجودة فين بزبط بالنسبه لال user ولو عندي second display مفروض يموجود فين يعني هنا مثلا يبقى second display موجود فوقه هنا وبانجل مثلا عارف 20 درجه يبقى انا عارف برضو ان يتحط ازاي فالحاجات التي كلها الحقيقية موجودة مثلا يعني دي اللي كان اعمالها مصد كوداك فهنلاقي عندنا data basis بالشكل ده كده مش شرط تكون مليتري بقى بيبقى فيه عندنا بعض الشركات عملت بعض الاختبارات او بعض الاياسات الـ anthropometric measurements من الشكل ده كده ولقيت ان في بعض الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا نتعارف ان هي يعني متفق عليها بالنسبة للـ very large population او نقدر نعرف على الاقل للـ large population او معظم الـ population ممكن تبقى مسترياها الـ dimensions cam بحيث نمني عليها بعد كده الـ design مثلا بتاع workstation الـ design بتاع لو انا بعمل office مثلا انا اعمل المكتب مثلا ارتفاع وقدي ايه حاجات دي كلها جاية من اياسات بتاع الـ visual work واحدة من الـ anthropometric measurements برضه هي الـ strength دلوقتي الـ strength ده معناها هالي الـ user دوت يقدر ان هو يعني يعني apply force اد ايه ويapplied باني direction ويapplied باني organ حاجات دي كلها مهمة جدا فطبعا يعني في عندنا several factors طبعا بتاffect الـ user's strength يعني بنكلم مثلا على الـ age سن gender اذا كان رجل او الست health status يعني هالي هو صحيح ولا عنده مشكلة body part يعني هالي apply force دي با ادية او رجلية مثلا body part position يعني انا مثلا حاطت ادية على مكتب وبشد او مثلا برفع ادية الفوق وبشد ولا ايه بالضبط direction of exertion انا بحط الفورس بتاعتي ازاي whether that exertion exertion is applied statically or dynamically يعني انا بحط الفورس بتاعتي دي بحيس انها تبقى static يعني باضغط كده وخلاص ولا بيبقى فيه حاجة بيبقى يعني بشد حاجة وارجع سبها واشد تاني وهكذا posture يعني انا وضع ايه وانا بعمل الحركة دي او بأبلاي الفورس دي وطبعا بعض environmental issues طبعا بيبقى لها علاقة بالمكان والحاجة نفسها شكلها عامل ازاي وهكذا طبعا فيه factors كتيره بس الحقيقية يعني ك rule of thumb كحاجة اساسية كنا اخدها في اعتبارنا ان ما هواش appropriate او seldom appropriate يعني ما لايه الاوي ان احنا نعتبر ان ان احنا نتوقع من الناس ان هما يحطوا maximum strength في اي حاجة يعني ايه يعني ايه يعني مثلا فيه شخص يقدر يشير خمسين كيلو هلا اقدر احطله انا في الجهاز بتاعي زرار مثلا او فيه مثلا دراع مفهود يشده محتاج force خمسين كيلو لا دي مش مفهود ان اكون كده ك common rule of thumb عشان ما الناس ما تشتكيش لازم احط الفورس اللي انا محتاجها من اليوزر اقل من تلت المكسمال strength بتاعه اوكي يعني مثلا او انا اقدر اشيل او اقدر اضغط او اقدر اضغط او اقدر احط strength خمسين كيلو يبقى معنا كده لازم احط اقل من خمسين على ثلاثة عشان ما يبقاش الحاجة اللي انا بطلوبها دي هتبقى زيادة او تبقى من الشخص ده ان هو تشغيل الجهاز ده محتاج او متعب مسلا اوكي فطبعا دي حاجة من الحاجات المهمة لازم ناخدها في اعتبارنا عشان تصميم الجهاز ما يبقاش فيه common mistake دي من the special considerations برضو لازم ناخدها في اعتبارنا ان في عندنا gender differences يعني اكيد طبعا لو انا بتكلم على male او female اكيد بيبقى فيه اختلافات بينهم في strength لو في عندنا disability لو في حد شخص عنده اعاقة طبعا حسب الاعاقة ودرجتها وكلام ده كله ممكن برضو يبقى في عندي اختلافات لو انا بتكلم على ان انا بديزاين for population extremes طبعا دي بتبقى حاجة كويسة قوي بس عمتنا يعني الليزام بتاعي بياخد في اعتباره اقل حد يعني الحد اللي هو في 5th percentile والاكبر حد اللي هو 95th percentile فطبعا يعني بعض الاحيان لما انا بعمل كده فعلا الناس اللي في النص دولها متوقع ان هما يعني بالتأكيد اقدر اخدهم في اعتباري بس طبعا بيبقى ساعات فيه مشكلة ان انا اخد ال 5th او ال 95th مع بعض يعني ساعات بيبقى لازم اخد يدايا ده فالحقيقة من الحاجات اللي بتحللنا المشكلة دي ساعات بناخد ال average user ال average user ده ان انا باخد ال 50th percentile طبعا هو عيب ال 50th percentile اللي فعلا الناس قليلة قوي تبقى عند ال 50th percentile يعني ناس كثيرة اكبر وناس كثيرة اقل بس الناس اللي عند ال 50th بالظبط ناس قليلة اوكي فلما بعمل ديزاين على ال average user يعني بلاقي ان انا يعني بقى اكوموديت عدد محدود جدا من الناس وفي ناس كثيرة جدا متشتكي الميزة بتاعة ال average user ده انه بيسمح لي ان انا في بعض الحاجات اللي محتاج القرار واحد ما يفعلش اخد range بقدر ان انا اعملها بناء على ال average user كمثال على كده لو انا مثلا عايز اعمل control يبقى مثلا معمول علشان شخص بالغ علشان مثلا user يبقى مش طفل صغير مثلا يعمله هو عارف ان هو يعني مقصود ان هو يعمله فبحطه على height معين ال height ده ممكن ال average user يقدر ان هو يوصل له بس ما يبقاش ال average user ده يعتبر ان هو يعني اكيد هيبقى اكبر من طفل يعني فيبقى اكيد طوله اكبر من طفل فمعنى كده ان المكان بتاع ال control دوت بيبقى يعني عالي كفاية بحيث مش اي حد يوصل له فده بعمله على average user لان انا او فكرت كده اعمله على range اللي هو population extremes زي هعمل يعني control controls بقى عند 5th percentile و 9th percentile هبقى صعب جدا ان اعمل حاجة زي كده فلما باخد average user ساعات بعض المواقف بتضطرين ان ااخد average user لان بتحللي مشكلة ان انا ببقى عايز decision حاجة واحدة بس ان انا اعملها او dimension واحد بس ان انا اخده في اعتباري طبعا من الحاجات الممتازة جدا ناخدها في اعتبارنا برضو designing for adjustability ان انا design بتاعي دا يسمح ان انا اغير الوضع بتاعي او اغير size بتاع الحاجة بتاعتي بحيث ان انا adjust it لليوزر فنوصل من الكلام دا كله بقى لمجموعة حاجات كي recommended ان احنا we use average anthropometric data only for very general design considerations and never for critical activities or functions يعني بمعنى ان احنا نقدر نستعمل دوت لما يكون عندي الحاجة اللي انا بعملها ديزاين دي ماهيش critical يعني مثلا ان اضغط زرار بتاعي مثلا reset مثلا ممكن اعمله الـ average user يعني ده مش محتاج اعمله ايه مش محتاج اعمله للـ large population مثلا لما اتكلم على الحاجات بقى فيها critical functions يبا لازم اكون سيدر الاكستريم بتاعي يوزر population يعني بمعنى ان انا allow those on the larger end of the spectrum to fit into the space and those on the smaller end to reach what is needed يعني بمعنى ان انا اخد في اعتباري مثلا انا فرضا اعيز اديزاين space عشان البنياء ده مدعوت فيه اوكي يبا معنى كده اكون سيدر في الـ space دوت الشخص الكبير اوكي يعني اللي هو 95th percentile طب لما اتكلم بسلا على ان انا في الـ space دوت هعمل keyboard عشان اشتغل عليها لا اصممها مع 5 5th percentile عشان يبقى ايه 5th and 95th اللي اتنين يقدر يوصلوا لكل الزراج ما يبقاش في المشكلة اوكي فديزاين بتاع الاكستريم مش معناها ان انا اخد اتنين في نفس الوقت لا ده انا ااخد الحاجة اللي هي تبقى هي limiting او الميتيشن بيبقى موجود فيها يعني اتكلم مثلا عن الـ space يبقى مثلا باكلم عن الـ limitation جاي من الـ larger لو باكلم على الـ keyboard على الـ reach مثلا انا اوصل للحاجة ازاي يبقى معنا كده اتكلم على smaller فبتبقى ماشى بالشكلة ده لما بيكونسدر الكلام بالشكلة ما بيكونسدر الـ extremes بالشكلة ده انا كده باوتيح الجهاز بتاعي انه هو يبقى usable by almost all the population يعني باكلم على الال اعلى من 90% من population بيبقى معايا في الايه في الـ accommodation بتاع الايه بتاع الجهاز دوت و- whenever possible allow devices to be adjusted to the user's size and personal preferences دي حاجة ممتازة جدا ودي دايما الناس بتحبها الحقيقة ان انا يعني لما كنت مثلا عندي مثلا كرسي فرضا يعني كرسي طال العربية كرسي طال العربية ده هنلاقي انه هو كرسي طال السواق بالذات عشان هو اكتر واحد بيبقى قاعد في العربية هنلاقي انه هو بيبقى ممكن يبقى adjustable بكذا ايه بكذا بكذا اتجاه يعني بكذا option كده فلو احنا كنا عملنا كرسي وخلاص كده اكيد واحده يبقى مستريح فيه اكيد واحد مش مستريح انما لما خليه adjustable يبقى انا كده سمحت للواحد كبير شوية ان هو يرجع كرسي الورى واحد صغير يطالع كرسي لقدام واحد مثلا قصير شوية يخلي كرسي يطلع لفوق شوية وهكذا فبعض الحاجات ممكن هي تسمح لي ان اليوزر تطوعي بدل ما يضطروا ان هم يتعاملوا مع حاجة ما هياش مناسبة بالنسبة لهم لا ده هممكن يأتجاستت علشان يخليها مناسبة بالنسبة لهم فده الحقيقة ايديا لما احنا بنعمل كده احنا بنعمل ديزاين يبقى فعلا من السهل عليه ان هو يأدجاست للبوبوليشن اكبر حتى من البوبوليشن نحن نكلم عليه في البوبوليشن مهم جدا في الانتروبوميتري نحن نفكر فيه ازاي نحن نعمل ديريفيشن اف ميسين ديتا لو انا فرضا عندي التابلز اللي عندي والداتابيز اللي عندي ما هياش كاملة فيها بعض التفاصيل نقصاني اجيبها ازاي ففي عندنا كزا طريقة الحقيقة نقدر نستعملها عشان نجيب الميسين ديتا دي اول طريقة فيهم اللي هي راشيو سكيلينج تكنيك دي بتأسيوم ذات مني انديفيدل بودي سايزز زي السيجمنت لانس مثلا بتاعت الاورجن مثلا فلاني او في الهاند مثلا اجزاء مختلفة في الهاند كل الحاجات دي الحقيقة بتبقى رافلي بروبورشنال تو ايش اوثر يعني رافلي بروبورشنال يعني باسيك لو انا جبت واحدة فيهم اقدر جيب التانية بالتناسب نسبة وتناسب اوكي فمعنى كده ان احنا براكتكال لو احنا مثلا بنتكلم على ان احنا بنقيس اياس معين في الهاند اوكي وفاردا دلوقتي انا الهاند دي كانت كبرت شوية سايز بتاعها كبرت شوية هلقى نفس الاياس وهو بيكبر مع الهاند بنفس الرايشيو فمعنى كده لو انا مش عندي الاياس ده انا ممكن اجيبه بالنسبة والتناسب بالشكل البسيط دوت ده طبعا ممكن يجيبلي بعض الحاجات اللي انا عندي بعض الارجنز اللي هي يعني عندي في الاتاباز في حاجات موجودة وفي حاجات مش موجودة فقدر اجيبها بالنسبة والتناسب من الحاجات اللي موجودة التكنيك التاني الحقيقة هو الريجريشن اكويجن تكنيك لو فاردا انا عندي دلوقتي الديتا موجودة موجودة في الاتاباز بس موجودة 5th percentile و50th و95th اوكي انا عايز اجيب الfirst و99th percentile عايز اجيب حاجة يعني beyond range اللي موجودة عندي هنا ده ارقام دي مش موجودة عندي فيها لا 5th ولا 1st ولا 99th اعمل ايه؟ اللي بيحصل انها بستعمل الريجريشن اكويجن دي وبستعمل linearity assumption با assume the data بتاعتي دي linear وبالتالي باجيب الثلاث ارقام دول او ثلاث نقاط دول باجيب ال straight line اللي بيمر بيهم واجيب منهم بعد كده ال first وال 99th percentile بال extrapolation يعني با extrapolate beyond range دوت طبعا بيبقى فيه limitations طبعا على ال assumption ده مادرش نستعمله كده هب هازرد يعني بس عمتا يعتبر برضو واحدة من التكنيكس اللي احنا ممكن ان احنا نستعمله لما يكون فعلا عايزين range اوسع شوية من range اللي موجود عندي في الايه؟ في tables او لو حتى عايز اجيب data جوه لو انا فرضا عايز اجيب 10th percentile او عايز اجيب 90th percentile برضو نفس الكلام ده برضو هجيبه ازاي برضو؟ ما همعنديش value تجيبهولي فال linear regression equation ده بيجيبلي linear relationship بين ال percentile مع الارقام اللي موجودة فبالتالي اقدر اجيب اي رقم ما هواش موجود في ال table فدي طبعا بتسهل علينا بيبقى عندنا equation كده نعوض فيها ونجيب ال percentile اللي احنا عاوزين ال approach الاخير خالص هو probability statistics approach ده فكرة بتاعتها حلوة الحقيقة بس برضو لازم ان احنا نعملها بشكل علمي عشان يطلع النتيجة مزبوطة لان احنا عملناها بشكل خاطئ بيطاعها النتيجة بتطلع غلط الفكرة في ال statistics هي عندنا حاجة اسمها design of experiments في ال statistics هي تقولي ازاي ان انا يعني اجيب population معينة وعملها statistics وطلع منها population يعني اكبر منها بكتير جدا يعني مثلا لو انا عايزة اتقه الناس على الناس من الناس اتقه اتقه من ربقى يعني مثلا عندي 15 واحد وعايز اجيب منهم مثلا يعني تغطي الناس كلها او تديني كلها باستتاتيسيق الناس نقدر نعملها بالبابيتي ساتيسيق ابروتش دا طبعا محتاجة نحن نعملها بشكل مظبوط نحن ناخد من النتاج بتاقتها دي نحلل لها مظبوط عشان نلاحظ اذا كان في اي مشاكل في الديتا نفسها او في الديستيبيوشن بحيث ان احنا نقدر نعرف اذا كان البوبيوليشن صغيرة انا عملنا لها ستادي ديت مناسبة ان هي نجنراليز نتائج بتاعتها عن الناس كلها ولا تعتبر فيها حالات خاصة بحيث ان احنا مرضوش نعمل الكلام ده فكلام ده مهم جدا طبعا لان هو بيسهل علي ان انا لو حتى موانديش اي لديت خالص ممكن ابتدي الاسبرمينت بتاعتي واعمل سمول سايز اكسبرمنت وطلع منها ديتا ممكن هي تبقى جنراليزابل للبوبيوليشن كلها في الجزء بتاع باية ميكانيكس عندنا بعض الحاجات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا كدزاين جايدانس عشان نحسن بها ديزاين بتاع الميديكال ديفايز بتاعتنا اول حاجة البادي بوستر يعني وضع الجسم هو بيستعمل الجهاز دوت فباسيكلي اول حاجة ناخدها في اعتبارنا او مفروض نعملها نحن هدو نهدو نحن نتأكد انه هو مش هيعمل استرس على الجزء دوت او نحن نحسن الوضائية بتاعت استعمال الجزء من الجسم دوت بحيث ان احنا نتأكد ان هو مش هيعمل الاسترس على الجزء دوت او ان احنا يعني على الاقل نقلل الاسترس ده لدرجة كبيرة طبعا دي حاجة مهمة جدا لان دي بيبقى ان تجمينها طبعا الجهاز ده بيبقى much more usable بالنسبة لليوزر ماعملش فاتيج وليقدر الناس يستعملوا مايحصلش منه use error كتير في حاجة مهمة تانية برضو وهي الendurance muscular endurance actually دايما بيبقى function for strength exerted by muscle or group of muscles يعني احنا مثلا لو احنا بنتكلم واحد فينا مثلا بيعمل لعبة رياضية معينة لو مثلا فرضا حد بيشيل حديد لو حد بيشيل مثلا كيلو غير ما حد يشيل 5 كيلو غير ما يشيل 15 كيلو اكيد طبعا هتعب اسرع بكتير لما يكون بيشيل 15 كيلو فهنلاقي ان احنا باسيكلي لما بيكلم على strength مثلا وباخده كنسبة من maximum isometric strength يعني من المية لغاية 0 في المية لهو اقصى قدر من strength اللي يقدر نحطه فنلاقي ان احنا لما بنيكزورت الماكسموم بيحتاج وقت قصير جدا عشان نوصل لفتيج عشان نوصل لن احنا تعبنا النعمة لما بحط مثلا 20% ولا كحاجة كده بلاقي ان هي نزل جامد جدا بلاقي ان احنا نزلنا مثلا بقينا الوقت اللي محتاجه عشان نعمل يحصل لنا فتيج ممكن يبقى مثلا مثلا بكلم على 6 اضعاف الوقت اللي احنا بناخده عشان نبقى يعني نوصل للفتيج بال maximum strength فعامتلا نحاول ان احنا دايما زي ما كنا بنقول ناخد حوائي 30% على الاقل او يعني لازم يبقى اقل من 30% يعني اقل من الرقم ده اقل من جزء ده كده بحيس ان احنا نضمن ان احنا ما يحصلش عندنا فتيج بسرعة وعشان الناس ما تشتكيش بعد شوية ان الحاجة دي بالنسبة لها مرهقة جدا لان طبعا فتيج ده بينشأ نتيجه طبعا انه لازم ياخد راحة وعشان يشتغل تاني بتبقى برضو ما يدرش يبقى بيوصل لل maximum strength بتاعه بسهولة فيستحسن ان احنا نعمل يعني اللوت بتاعنا يبقى خفيف الى حد كبير بحيس ان احنا ما نعملش يعني ما نوصلش اليوزر بتاعنا ان هو يبقى بيتعب كتير من استعماله او نوصل endurance بان ان هو يبقى اعلى الحاجة الاخيرة هي repetitive motion وده طبعا عبارة عن ان احنا بنكرر الاستعمال بتاع جزء معين من الجسم الحقيقى عشان نستعمل جزء معين او نعمل تاسك معينة في الجهاز بتاعنا طبعا هي دي مشكلتها الاساسية اكشن ان هي في الاخر بتانكريز الريسك بمسكلو سكيليتل انجري يعني مثال على كده مثال واضح جدا الدكتور بتاع الالتراسوند الدكتور بتاع الالتراسوند بيمسك البروب بتاع الالتراسوند في ايديه وبيعمل بيسكانيج الحقيقة البروب ما هواش تقيل قوي بس لحد ما ما هواش خفيف يعني طالح ان في مشكلة بتحصل للسونوجروفرز الناس يستعملوا جهاز الالتراسوند كتير ان بعد فترة بيقولهم حاجه اسمها ده بيحصل ان هو بيبقى يعني ما اقدرش ان هو يستعمل ايديه في ان هو يعمل اي حاجه فعليا يعني ففعليا في ناس كتير جدا في امنيكم لو هما بيشتغلوا اطباء بتاع الجهاز الالتراسوند بيبطالوا خالص ما اقدرش ان هما يشتغلوا نتيجة للمرض دوت نتيجة ان هو الاستعمال بتاع الجهاز دوت عمله فعلا مسكولوسكيلاتل انجري يعني اعمله مشكلة في ايديه مثلا ما بقاش يقدر يستعمل ايديه بشكل مزبوط بعد كده فدي طبعا حاجات نتيجة للتكرار يعني دكتور را بيعود مسلا اشتغل بالشكل ده سنين وسنين ممكن يوصل مسلا عشرين تلاتين سنة في الكارير بتاعه ان هو بيشتغل كده ففي فترة من الفترات بييجي اللي حصلت دي بتعمله فعلا المشكلة الكبيرة اللي هو ممكن يريتاير بسببها دي فطبعا بنحاول في الحاجات اللي زي كده ان احنا نخلي الحركة دي حاجة اللي هو بيشلها الدكتور طبعا بالتأكيد تبقى اقل ما يمكن في الويت بحيث تبقى برضو الاسترات بتاعها على المسكولوسكيلاتل السيسم بتاعه تبقى اقل ما يمكن وفي نفس الوقت برضو نحاول بشكل ما ان احنا نخلي الدكتور ده ما يستعملش الحاجة دي كتير وفي عندنا حاجة يقدر نخلي الدكتور ما يتحركش كتير او ما يعملش الحركات المتكررة دي كتير نحاول نحن نعملها برضو عشان نقدر نعمل الكلب لو احنا بقى عايزين نعمل للبيوميكانيكس بتاعت بتتعمل في الجهاز بتاعنا او مثلا لو في عندنا مثلا يعني حد من الناس بيشتغله في الجهاز بتاعنا بيعمل يعني الطريقة معينة عايزين نعمل تحليل للكلام ده عشان نتأكد اذا كان في حاجة بتعمل لسترس ولا لا فدي بتتعمل بكذا طريقة الحقيقة اما ان احنا يبقى في عندنا يعني نصور الراجل ده وبيعمل الحاجة دي وبعد كده في حد اكسبرت ياما يشوف هو بيعملها على الطبيعة ياما يشوف الفيديو دوت ويشوف هو بنفسه يعني هو يقدر يحلل ويطلع الاماكن اللي هو يعني شايف انه ممكن يحصل منها على اليوزر او ممكن نعمل حاجة اسمها موشن اناليسز حقيقة المثال اللي انا جايبه هنا ده مثال مالوش علاقة قوي ده مثال بتاع حد بيشتغل في يعني في الميكانيكس في الميكانيكس بتاع السيارات بس برضو احنا ممكن برضو بنفس الطريقة كده ده بيركب حاجة جوهة عربية فباسيكلي بيحطوله بعض اللاتز كده ويعملوله تراكينج نعملوله تراكينج للاتز دي بحيس تشوفه كل جزء من اجزاء الجسمه بتحرك ازاي وممكن بقى يطلع موضل ليه كده وممكن من الموضل ده اكشوالي يطلع الاستراسز على الاجزاء المختلفة عاملة ازاي فممكن اكشوالي بعض الاحيان نضطر نعمل حاجة زي كده عشان نفهم يعني كوانتيتيتيف ليه اللي بيحصل بالزبط ونقدر نحدد الاماكن اللي عليها في جسم اليوزر او ممكن احنا ببعض الاحيان لو احنا شكين مثلا في مكان معين بالذات بنعمله ايم جي وممكن نحلل ايم جي ده عشان نشوف ازا كان فيه استراس على المصل الفرانية او كده بحيس نقدر نحنا يعني عندنا فكرة الاختلاف بتاع الطرق المختلفة في تنفيذ التاسك دي انا واحدة فيه وممكن تفرق مع المصل دي ممكن احنا الامجي ممكن يبقى مناسب جدا في حاجة زي كده ممكن برضو نفس الكلام ان احنا نعمل اياسات للجوينت انجلز والاكسلراشن دورت المومنت يعني ممكن نحط شوات سنسورز على اليوزر بحيس نتتكت كده الجوينت باعته دي بتتحرك بانجلز قد ايه وبتتحرك باكسلراشن قد ايه ومنها برضو نحاول نستنتج انهي جزء عليه استرس اكتر من جزء التاني وده طبعا حاجات كلها بتبقى يعني تتعامل في مرحلة الاناليسيس في مرحلة الايرجوناميكس لفي الاول الخالص بحيس نحنا نشوف الطريقة بتاعت الاستعمال دي مناسبة ولا مش مناسبة الحقيقة الجزء اللي كان لنا فيه دوت معتمد على ان احنا عندنا فيه قريات كتيرة اللي لازم نبص عليها زي تيبلز مثلا كنت بكلم عليها دي انصح الناس كلها انها تحاول تبص عليها عشان تتخيل شكل داتابازيس عاملة ازاي اللي موجودة في الافيلاب يعني public دلوقتي وبانصح برضو ناسنا تقرأ بتفاصيل شوية اللي موجود عندنا في الـ command and reference اللي فيه تفاصيل اكتر شوية من اللي انا اتكلمت عليها ويعني موضوع الحقيقة في غاية الاهمية لان فهمه بيساعدنا كتير ان احنا نقدر نعمل تصميم يبقى فعلا بيأكموديت larger population من اليوزرز مايبقاش فيه على الاقل يعني جزء اللي هو بتاع الاسترس اللي جاي من الاستعمال ده نحاول نقلله على الاقل ما نقدر